في الفترة الأخيرة كده كده أنا شايف أن تقريباً كل الفرق الأفريقية بقت قوية يعني ماكيش حد يفضل على حاله وبعندهم لعيبة كبيرة وأنا هنا مش بكلم على مديامة أو غير مديامة بكلم عموماً الفرق الأفريقية فيه كتير جداً من لعبتها محترفين في الدورات الأوروبية المختلفة فده كمان إدى ثقة كبيرة لكل الفرق فإحنا بنتكلم على منافسين أقوية بغض النظر بقى عن أي تفاصيل ممكن تحصل في النص يعني بمناسبة الكلام عن شباب بلوزداد مش عايزين نتغر احنا منتكلم على فريق مش سهل إطلاقاً مش هنتغر بإيه مش هنتغر أنه هاتهزم يعني في المفاجأة كانت يعني مدوية إلى حد كبير من مديامة الغاني إلا أنه يظل ند قوي جداً يعني فاز أول مباراة في دور المجموعات على يانج أفريكنز بثلاثية وعلى المستوى المحلي تعالوا برضو نعرفكم وضعه إيه محلياً على مستوى الدوري الجزائري ولعب ست مباريات لغاية دلوقتي فاز في أربع ماتشات وخسر في ماتشين بيمتلك إتناشر نقطة فارق عن وصيف الجدول الحالي بنقطتين فقط لغير لسه عنده كمان ماتشات مؤجلة يعني في المجمل حنقاب الفريق قوي عنده سلبيات لازم نلعب عليها زي ما نهاواندكا بتقول لحضراتكم من شوية وفي نفس الوقت عنده إيجابيات لازم نخلي بنا منها كويس جداً 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 أكيد طبعاً هيكون فيه محاضرات فنية ومحاضرات في الفيديو لكل اللعيبة لدراسة المنافس دراسة مظبوطة جداً عشان إن شاء الله لما نتابع الماتش اللي جاي يوم الجمعة نجد ما يصرنا كمشجعين للنادي الأحلي بإذن الله